مصر كان دائماً حريصاً دائماً خلال سياسيتها الخارجية في نهاية السنة كان يكون دائماً مهوم صوت متوازن ومحتمل جداً في باب سياسيتها مهارة في قدر المتالب ولو شفتها حتى خلال الشعور اللي فاتت في الأوضاع التي نقوم بها في الضبطة والمسجد الأقصى والقطاع كان دائماً صوتهم دور إيجابي جداً ليعرفت إلى الحفاظ على التهداء وعدم التصايد المهوم مهارة في السودان ما يحبس في السودان ممكن تكون يسمعنا بعد إن هو مط التأخيري شأن التأخيري بالسودان ولا ينبغي أبداً أن يتم اتراخل فيه حتى لا يتم استأجيل يعني إسرائيل طار فيه بشكل يعني ليش مناسب للي دورت السودان ولا حتى أنه إنتقى هناك وعشان كده احنا كان مدينة موقف بغض ما أقوله تاني من سوابتنا إن إحنا لا نتدخل في شؤون الدول لأن إحنا نعتبر إن كل دولة لها خصوصية في إدارة سلسطة الداخلية وأوضاعها وبالتالي إن ما كانش تعملنا مع هذه الدول يهدف بالبناء والتنمية والتعمير بعيداً عن التدخل في شؤون هذه الدول والذي بأكيد أن برد المسان هذا هو موقفنا السابق الذي لا تغيّن عدم التدخل في شؤون الدول إن كان في دورنا يعمل زي دور وصفة زي دور لحبة دور إيجابي في الموقف لأحداث هدوء لإستعادة أمن وسلام لإستعادة استقرار بين الفرقاء في دولة السلسطة أو في غيرها ده الدول اللي إحنا ممكن أن نستعدين للعرض ويمكن أنتم شوفتم إن خلال الأيام القليلة اللي قلت أخرى كانت لإتصال بالمهارين عن الأم المتحدة ووجهنا لهذا مهارين السعادة والقلوس إلى مائلة الحوار بين الأشقاء في دولة السودان سواء كان الجيش السوداني أو كون الدعم السياني وليس من أصلحة السودان أبداً ولا استقرارها إنه في أقتتال داخلي بين الإنها بين الفرقاء ومهم أول إنه يعني القلوس على مائلة المتحدة والحديث هو ممكن أول كل شيء تطرح على أن يعني على مائلة التفاول والنصول بها إلى إجراء يجيب السودان مزيد من التضاق إحنا شخنا إن إخلال السنين اللي فاتح في دولة التالية عندما غاب الحوار وكان صوت السلاح هو وكان موجوداً أن هذه الدولة لم تستقررش ونفعت التكروفة الجيلة جداً من أمنها وسلامتها واختصافها وفقدت وقتها سميل جداً جداً كان ممكن أن يتمس استصداره في البنات والتنمية وتحمر وبالتالي نحن نسجل إنه ونأكد إنه إنه نصد لا نتنخل أمدنا وده كلام ساكت من ضاقش في شؤون الدول لأننا نعتبر إنه تدخل إنما كان إيجابي فهو تدخل ليس لمصلحة الأعلاقات وأنا مصلحة الدول دين والتاريخ التاريخ دائماً حيسجل لنا المواقف الدين لو كانت مواقف صفية حيسجلها لنا ولو كانت مواقف إيجابية حيسجلها لنا ونحن حاسين عن إحنا يعني أدابة من السياسة المصرية السياسة التي تنتظر بالتوازن والاحتجال ده 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 فيما يخص تطورات الله لو ديجي من ده أقول وانا أقول الكلام ده مع الرئيس الباكير وبتلوح مستعدينه مع بعض اللي عم تقول وساطاً مع أشقاء نفس السودان وصولاً إلى الهبنة ووصولاً إلى التفاوض بين الأشقاء من الأشقاء ووزن هذا الأمر قائل والاتصالات ما لا تنتهي لا يجيش السودان ولا قوة تدخل سيئة نحن على التصميم استمره بهم من أجل تجريعهم على إيقاف إطلاق المرار محاكم دماء السودانيين ووصولاً إلى التفاوض يؤدي إلى استعدادة للسخرى الممتاز مهمة أيضاً ما نرى في الوقتين أن يمكن من قبل التصميم المكثفة هو التأكيد على أمن والسلام العناص الموجودة في السودان كانت تبقى لبرتقور بين الدولة السودانية لتدريب المشترك وهذا أمر مهم هو أنه يبقى واضح أنه يقول لنا كعسكرية لا 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 يجب أن تدعم حقاً للدهاب فنحن نكسف اتصالاتنا مع أشقال السودان وصولاً منها وقت إطلاق المرأة من قوات المتصرعين ثم التفاوض من أجل الوصول إلى حد من هذه الأزمة في أسع وقت ممكن حقناً إدماء السودان وحقناً لنزيد من التطاول مع عدم السودان النقطة الثالية برحلنا بنافس التصوى اتصالاتنا من أجل التأكيد على أموة سلامة هزيرها النصر عن السادة المصرية الموجودة هناك في سودان ومدارة سماعكم يمكن من خلال تصفحين ثلاثة لأنه علاقات قوة الدعم السريع قمت بالنسبة لأنه أموة سلاماً في أموة أسنام وتحت مسئلية الستقصية وهذا أمر تم تأكيد أن يأتينا حتى فيه من خلال التصوات المتطرفة ونتمنى أننا نستعيد هذه الأقوة في أسرع ووقت موكب أنا حبيب لا أستبدأ كلامي لكم بزيادة موكب ملخص عن الموكب في المنطقة بالنسبة لنقاد المجلس وبنسبة أعياد خمس وعشرين قليل وكل سرعة تتبير لأهزيل الأيان الكريمة والعيد على الأباب ربنا سبحانه وتعالى يعني نحيط المنطقة بالأمن والسلام وتستعيد منطقتنا للستقرار التي تستحقي شوقها شكرا جزيلا